خلينا نبدأ كده من البداية احنا هننشئ عمارة مفروض نعمل ايه؟ يعني طبعا العمارة في ليها جانبين هو الجانب الانشائي ثم الجانب المعماري يعني مفترض ان يبقى المصمم المعماري هو اللي بيصمم في البداية ثم بعد كده بيبتدي يدي للانشائي يقدر الانشائي بيحط كل العناصر الانشائية من اساسات من اعمدة من كاميرات من حوائط يعني كل ده بيتحسب انشائية بيحيث يبقى فيه سلامة انشائية بالنسبة للمبنى المعماري بيختص اكتر طبعا بالتصميم نفسه ثم بالتشتبات بتاعت المبنى سواء التشتبات الخارجية او الداخلية ده فرق التخصص ما بين المهندس المعماري والمهندس المدني طبعا بتكلم على المهندس المدني اللي هو خاص بالمنشآت السكنية مثلا طبعا فيه اعتخاصات تانية فيه سكة حديد فيه يعني فيه قصص تانية اي وكباري فيه يعني فيه منشآت مختلفة نتكلم على المنشآت اللي هي السكنية بنتكلم على دور المهندس المدني هو العناصر الانشائية ثم المعماري التشتبات